أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما زلنتم أن يحرجوا وزنوا أنهم مانعتهم خسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرعباء يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسول ومن يشاق الله فإن الله شديد الإقاب ما قطعتم من لينة أو ترهتموها قائمة على أسولها فبإذن الله وليحزي الفاسقين وما أفاء الله على رسله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسله من أهل القرى فلله وللرسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فهذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وتكوا الله إن الله شديد الإقاب للفقراء المهاجرين الذين أهرجوا من ديارهم وأموالهم يبتهون فضلا من الله ورضوانا وينسرون ورضوانا وينسرون الله ورسوله أولئك هم الصدقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجة مما ويؤسرون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم في سدورهم حاجة مما أوتوا ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع شحا ومن يوقع شحا نفسه فأولئك هم المفلهون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى إلى الذين نافقوا يقولون لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنهرجن معكم من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنهرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننسرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا ليحرجون معهم ولإن قتلوا لينسرونهم ولإن نسرهم ولإن نسرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشدوا رهبة في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرم حسنة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد تهسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمسل الذين من قبلهم قريبا ذدقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمسل الشيطان إذ قال للإنسان للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظلمين يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا وَلْتَنْزُرْ 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 نَبْسٌ مَّا قَدَّمَسْ لِغَدْ وَتَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَقُونُوكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ وَلَا تَقُونُوكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هُمُ الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لَعَلَّهُمْ يَتَافَكَرُونَ هُوَ اللَّهُ لَذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَشَادَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِكُ الْبَارِئُ الْمُسَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى يُسَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْأَزِيزُ الْحَكِيمُ صادقا الله العظيم